اهلا بكم مجددا الموضوع الاخير الذي اريد ان اتحدث به في هذا القسم من الفيديوهات هو الريجستر بوينت فنحن نريد ان ننشئ الريجستر بوينت فاذا لوغ اوت فهنا هذه الريجستر نريد ان نبنيها فاذا هذه الريجستر سهلة جدا 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 بداية سابني الشكل ثم سنبني نقطة المطلوبة فاذا بكل بساطة سنقوم بانتاج صفحة صفحة ريجستر مثل صفحة لوغن نفس صفحة لوغن اصلا نفس الشيء يعني فيمكن ان ناخذها من لوغن فنقوم بنسخ لصق يعني فاذا هذه صفحة لوغن يمكن ان ناخذ كل شيء بداخلها واضعه بريجستر لكن لن نستخدم لوغن فورم بل سنستخدم ريجستر فورم وهنا نفس القصة وفي الفورم هنا لا نحتاج لوغن يوز يوزر ولا نحتاج هذا ولا نحتاج هذا وفقط هنا سنستخدم الريجستر فورم هذه هي صفحة الريجستر طبعا الريجستر فورم غير منشأ علينا ان ننشئه الان فبكل بساطة ننشئ كومبوننت باسم ريجستر فورم وهذه الكمبوننت طبعا ايضا مشابه لكمبوننت لوغن فورم فاذا سنذهب وننشئ لوغن فورم او لوغن فورم سننسخه ونضعه بكمبوننت ريجستر فورم فقط لا غير طبعا فاذا فقط سأغير الاشياء الموجودة هنا الان فاذا هذا اسمه ريجستر فورم وساستبدل لوغن ديتا بكل مكان تم عرض لوغن ديتا ساستبدلها برجستر ديتا فاذا في كل مكان يوجد لوغن ديتا سيتم استبدالها برجستر ديتا وايضا اريد استبدال سيت لوغن ديتا برجستر سيت رجستر ديتا فنفس الفكرة اذا هنا سأضيف سيت رجستر ديتا وسيتم الاستبدال الان بكل مكان فقط يعني هذا الموضوع اه واعتقد فقط هل يوجد اخطاء لا يوجد اخطاء طيب الان بالنسبة للرجستر بالنسبة للرجستر بسترابي من الحقول المطلوبة مطلوب الباسورد مطلوب الايميل ومطلوب ايضا اليوزرنيف فاذا فقط ثلاثة حقول اه مطلوبة فاذا ايميل اه يوزرنيف وباسورد فبالنسبة الى هنا فاذا بداية سنطلب منه ان يدخل الايميل والايميل سيكون الاتنتفال الخاص به هو عبارة عن ايميل وهنا النايم الخاص به ليس ادنتفاير بل ايميل وساقوم بنسخ هذا طبعا هذا اسمه اه رجستر ديتا الفاليو الخاصة به رجستر ديتا دوت ايميل وهذا ساقوم بنسخه وتكراره مجددا لان انا اريد اضافة حقا لليوزرنيف فبالتالي هنا سنكتب يوزرنيف وهنا الاتجتمل التايب سيكون عبارة عن تكست والنايم سيكون يوزرنيف وهنا ايضا دوت يوزرنيف وهنا ايضا دوت يوزرنيف وفقط هذا هو وبدلا من هنا سنكتب رجستر فالان لو قمت بالذهاب لصفحة الرجستر ما الشيء الذي سيتم عرضه ليه فاذا سيتم عرض ايميل يوزرنيف فاذا صحيح مئة بالمئة اه صحيح. الان نأتي لموضوع اه هنا لموضوع نقطة عندما نقوم بطلب الصمات فنحن نريد فعليا ان نجلب سند سند ليس لوج ان بل سند وهنا نريد ان نجلب من اي بي اي رجستر فاذا الآن سنقوم بانشاء هذه النقطة نقطة الرجستر ونريد ان نرسل لها الرجستر ديتا. طبعا الرجستر ديتا نعم وهنا بدلا من اللوغين ديتا سنرسل رجستر رسفونس ونرى. طبعا عندما يقوم هو برجستر بشكل صحيح نريد ان نرسله لللوغين حتى يقوم بلوغين مجددا لا نريد ان نرسله لصفحة الداشورد. فاذا جيد فاذا هذا هو بهذا الخصوص اما بخصوص النقطة طبعا النقطة التي نريد ان اما بخصوص النقطة التي نريد ان نقوم بحط لها فاذا هي اي بي اي رجستر لم نقم بانشاء انشاءها بعد. فاذا سنكتب اه الآن سننشئ هذه النقطة نقطة دوت جي اس التي هي نفسها على فكرة نفس الشيء بنقطة لوجن دوت جي اس. فسانسخ كل شيء من نقطة رجستر من نقطة لوجن واضعه برجستر. نحتاج ان نجلب نقطة من نقاط التي لدينا سنضيفها الآن بعد قليل. وفعليا نحن سنستقبل بالبوست ونحتاج ان نقوم بطلب رجستر يوزر وكل شيء هنا صحيح سنجلب الديتا لكن هنا يا طرى ما هي الديتا التي سيعيد تعاد الينا من ال من الديتا من الديتا ريتان انا فقط ساجلب الارور وبحيث اذا كان هناك اين هو الارور اذا كان هناك ارور فاذا في حالة الارور فاريد اضافة هذا الارور هنا وغير ذلك فانا اريد ان اقول ان طبعا لا اريد لأي شيء يجب ان يقوم بلوجن حتى يتم وهنا سنكتب في حالة ان تم التسجيل بشكل صحيح فاذا واعتقد هذا هو لكن الفكرة الاساسية انا لم لم نضيف نقطة رجستر يوزر فاذا هنا سنضيف هذه النقطة اه هنا التي سنسميها رجستر يوزر وهي ما هي هذه النقطة يا طرى نفس نقطة لكن بالنهاية سنضيف رجستر هذه النقطة من اه سترابي وسنقوم بالحفظ بهذا الشكل ونختبر الاشياء فالان ساقوم برجستر ليوزر ساقوم بكونسل دوت لوغ هكذا حتى ارى او ارى يعني الكونسل لدي هنا ساقوم الايميل سيكون لالا دوت كوم يوزر نيم لالا والفاسورد ستكون واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ورجستر فاذا هل هناك خطأ؟ يبدو ان لا يوجد خطأ واذا ذهبنا الى سترابي هنا فسنجد ان لدينا يوزر اسمه لالا فاذا ها هي لالا عفوا لالا 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 دوت كوم وكلمة السر فاذا نلاحظه تم تسجيل اه تم لوغن لالا بهذا الشكل طيب اه ساقوم بلوغ اوت من حساب لالا و اه اقوم برجستر شخص اخر فسيكون مثلا تستول اد تست واليوزر نيم تستول الباسورد مثلا واحد اثنان ثلاثة ورجستر فلاحظوا هنالك خطأ ظهره هنا اه بالكونسل الذي يقول ان الخطأ هو ان الباسورد يجب ان تكون اقل شيء اه ستة اه فبهذه الحالة لم يظهر لي هذا الشيء لكن ظهره بالكونسل فيمكن ان اقوم بالشيء التالي حتى اظهر الاخطاء للشخص ويراهها بشكل اه سريع جدا هو انه اه عندما عندما يتم فعليا اه طبعا هنا هذه اسميناها لكن هي والغرض من التسميات الصحيح هو فهم ماذا يجري فعليا فاذا هذه الريجستر ريسبونس اخذنا منها الارور وارسلناها بالريسبونس التي لدينا ريسبونس ريجستر فعندما كان هناك خطأ ففعليا كانت الريسبونس نت اوكي وقمنا بكونسل للمسج لكن يمكن ان نقوم بشيء اخر وهو التالي ونقوم بانشاء للمسج نضع هنا مسج وهنا ست مسج وتكون وهنا عندما تكون المسج نت اوكي فنحن لا نريد عرض هذه المسج بل نريد او الريسبونس نت اوكي نريد ست مسج مسج جيد وايضا هنا عندما يتم التسجيل بشكل صحيح نريد ان ايضا ست مسج اه مسج وهنا باعلى الفور نريد عرض هذه المسج فبالتالي هنا سنضيف شيء مثلا باريغراف تاغ بكلاس مسج ونضيف هنا مسج فالان يعني مرة اخرى لو كتبنا مثلا تست واليوزر تستو والباسورد مثلا رقمين فقط ورجستر فنلاحظ ايضا ظهرت لي الرسالة هنا في الاعلى وهذا شيء جيد ان انا نقوم بشكل صحيح اه صحيح ويعني هذا هذا يأتي من الباك اند على فكرة لكن انا اقصد ان هذا شيء جيد ان نحن نجلب الاخطاء من الباك اند ونعرضها على تطبيق وهذا شيء جيد جدا فالان ايضا نضع اخطاء اللوغن تعاونا نجرب باخطاء اللوغن ومثلا اه ساقوم بالتحديث الان وبخصوص اللوغن مثلا لو قمت انا مثلا بيع كتابة test.com وكتبت كلمة مرور خاطئة ما الشيء الذي سيجري طبعا لم يجري اي شيء وتم تحويلي اه لكن لم يتم التحويل بشكل جيد لان اصلا الكوكيز هنا لاحظوا اندفين اندفين يعني هناك خطأ حصلة اثناء اللوغن. لكن لم يتم عرض هذا الخطأ فاذا اردت عرض هذا الخطأ في يمكن مرة اخرى ان اذهب لآآ pages avilogin.js وآآ من هنا ارى ما المساج التي ارسلها في حالة كان هناك خطأ فانا ارسل فعليا هذه المساج. فيمكن انا استخدمها اين بكمبوننت اللوغن فورم هنا. آآ يمكن ان ارسل هنا ايضا ان انشئ مساج نفس الشيء الذي قم به بالآآ بالريجستر فورم. وهنا في حالة الخطأ آآ اين حالة الخطأ? هنا في حالة اكتب ست مساج. ست مساج. هذه المساج انا اجلب اخطاء من الباك اند. وايضا هنا اذا كان كل شيء جيد فانا ايضا اريد ست مساج بهذا الموضوع. وهنا طبعا لا اريد كونسل. الان. وهنا اجلب هذه المساج واضعه هنا قبل الفورم. آآ بكلاس مساج مثلا. واكتب هنا هذه المساج. فاذا الان مرة اخرى لو كتب تست مثلا وكلمة المرور خاطئة لنرى ما الذي سيحدث. فاذا نلاحظوا ساقوم باقاف التحويل للداشبورد مؤقتة. فاذا هذا ساقوم باقافها. ومرة اخرى لنرى المساج التي جاءت. هذه المساج التي جاءت من هنا آآ هي فعليا المساج آآ من لوج لوج ان التي ارسلناها من آآ من هنا. فنحن قلنا ان ارسل هذه الرسالة لكن فعليا يجب ان نرسل هنا ونوقف البرنامج عن العمل بداية. فاذا هذا يجب ان تكون قبل تلك الامور آآ حتى نوقف البرنامج في حالة الخطأ. فاذا نلاحظوا جاء الخطأ واستطعت تسجيله فعليا فقال لي ان هناك خطأ في تسجيل الدخول. فاذا الان فهمت انا كيفية تعرض هذه الاخطاء من الباك اند للتطبيق نيكست جي اس. انا اعتقد هذا تقدم هائل جدا. ان تتجلب الاشياء من الباك اند وتعرضها على الفرونت اند آآ بكل سهولة. فاذا الباك اند تريد ان تعطيك خطأ المستخدم يمكن ان يعرف به. فبداية لم يكن يعرف هل هو سجل الصحيح ما آآ هل هو كتب خطأ لا يعرف لكن الان هو يعرف هذا الموضوع. ولكن الان لو كتبت كلمة المرور آآ صحيحة فما الشيء سيجري سيقول وطبعا لم انا قمت بقمت ماذا قمت بالالغاء عملية التحميل. فيجب ان اعيدها. فاذا ها هي. فاذا الان مرة اخرى ساكتب كلمة خاطئة. فاذا لاحظوا هكذا. لكن لو كتبتها كلمة صحيحة من واحد لثمانية. وثم فسيتم عملية التحويل ولن يظهر هناك اي خطأ. فاذا هذا تقدم كبير جدا. آآ ملاحظة آآ للاشخاص الذين آآ ربما يتسألون يقولون ان هذه الفورمز مثلا آآ فورم لوغ ان لوغ اوت. آآ هل قمنا باضافة له مثلا ام ماذا. آآ فنحن لم نقوم هناك نوعي من الفاليديشن. آآ فرونت اند وباك اند. نحن لم نضف الفرونت اند. الان من هنا من نكس جي اس لم نضف اي شيء. وهذا الشيء سيكون له قسم خاص من الفيديوهات خاص بفرونت اند فاليديشن. اما بالنسبة للباك اند فنح استرابي للتو قامت بفاليديشن. ونحن اخذنا الاخطاء من استرابي ان كانت فاليديشن او غير فاليديشن. وقمنا بعرضها على تطبيق نكس جي اس بي. الطريقة التي شرحتها آآ قبل قليل. الى هنا انتهينا من هذا القسم من هذه من هذا القسم من هذه الفيديوهات آآ وفي فيديوهات القادمة ستكون اسهل. آآ لاننا سنتعامل مع اضافة موحد واضافة استايلات افضل حتى يصبح تطبيقنا آآ شكله افضل. آآ ومستمرين بهذا المشروع وتطويره حتى يكون مشروع آآ يعني مشروع كالمشاريع التي تجدونها مستخدمة فعليا على آآ ارض الواقع. فاذا نلتقي لاحقا. اشتركوا في القناة